وعايز اقول لحضراتكم هو ليس اعتقد ان هو خبر وحقيقي ان عقد كارلوس كيروش انتهى رسميا مع الاتحاد المصري لكرة القادة النهاردة وبخروج منتخبنا الوطني او بعدم صعود منتخبنا الوطني الى كأس العالم اصبح كارلوس كيروش وجهازه المعاون طبعا وبقية المجموعة اللي موجودة في الجهاز خلاص عقدهم بينتهي هذا اليوم دلوقتي يعني يرجعوا من المصر من القاهرة يرجعوا الى القاهرة عقدهم منتهي كمان عايز اقول لحضراتكم ازيتكم من الشعر بيت اخر الشهر ده ينتهي عقد نيلو فينجادة المدير الفني لاتحاد كرة القادة ايه اللي هيحصل دي فرصة بقى للتخطيط ممكن جدا يكون اتحاد كرة القادة من اللي متواجد دلوقتي شايف انه من الممكن ان يكون كارلوس كيروش هو المدير الفني للمنتخب خلال مشروع كبير ويستمر خلال الفترة اللي جاية ممكن جدا ممكن يشوف لقى ان كارلوس كيروش مش هو رجل هذه المرحلة ونقدر نجيب فلان الفلاني المصري او فلان الفلاني الاجنبي الاسم الكبير اللي عايزينه يقود وفق رؤية جديدة اللي عايزينه يقود خلال الفترة اللي جاية مشروع كبير للفوز بكأس الامم الافريقية الوصول الى كأس العالي كان نفسنا ان احنا النهاردة نبقى متواجدين في المنتخبات اللي وصلت كأس العالم اعتقد ان القطر هتفتقد المنتخب المصري او هتفتقد بشدة الجمهور المصري والشعبية الشعب المصري والشعبية منتخب مصر في الدول العربية لكن برضو خلينا ننظر الى الجانب الايجابي هل حد كان النهاردة شايف ان منتخبنا الوطني ممكن يصل الى هذا الشكل وهذا الاداء الجيد على الاقل او نتيجة جيدة انا اسف مش الاداء الجيد كان عندنا اداء جيد انا عايز اقول لحضراتكم اننا كنت مبسود باداء منتخبنا في بعض فترات المباراة في الشوت التاني والتالت والرابع افضل من المباراة اللي احنا لعبناها هنا في مصر افضل من المباراة اللي احنا لعبناها هنا في مصر لكن في النهاية المحصلة صفر